وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِيرِ كذلك من الأدب اللغيوجين أنا بدو السلسلة هو أن مجموعة من دن أرد تعتقد أن العلم التجويد إياً العلمشقان إخصاك أنت تعلمت الأخذ بالتجويد حتم لازم لازمك لازمك أتعلمت التجويد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم جوبة غامسكة من التعليقات أزدار الفيديوهات إن شاء الله تعالى ايه يعني دوا سوام القرد والبلسطة يتسمى الجوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتما باستما لمتابعين أعزان أسيتون سمحباء وبرنامج يسير التجويد برواية ورشنا عن نافع من طريق الأزرق قدتون مذكار اختنا ربي سبحانه وتعالى العدد الأحكام لبروان العلماء في الإمام ورش و بالضبط ما يتعلقنا يتمى سلباب الهمس الحلقة اللي يزرنا يتمى خيالي كله تسم نساوليز في الهمزتين من كلمتين يعني قدرنا نغية الهمزة تلاغل الخر الكلمة تمزواروت إلي قدرنا نغية الهمزة تلاغل البداية الكلمة لستدوالا و بالضبط نساوليز في النوع اللي كله يقرن وهو يختجى الهمزة تمزواروت انضموما تلاغل الضموما ثم الهمزة لستدوالا ديها مكسورا ميجن الحكم من ورش رحمه الله تعالى ثم غلخر الحلقة يتمى في غون ينسوال ان غون ما منكسر يغر ورش رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله السيء يسهم زم ضموما إلا يسهم زم كسورا ممكسيق روش رحمه الله تعالى لا أيد الجوبي يتمهير خلاصا ديس ليزري الجوبي أن ورش رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فالهمزة تمزولت لينضموما السيء ورش رحمه الله تعالى يحققها ميجن يحققها بمعنى يقرأ خلق اللي ديها أردتني السيء أردتن دقالهمزة ولكن الهمزة ديسنة يتمى ورش رحمه الله درزيسن الطرق الطريقة الأولى أنه يبدلها بمعنى رتيس بدل أردت يقرأ سحرف الهمزة وإنما أردت يقرأ سحرف الوا يبدل الهمزة واوا بمعنى أردت يقرأ سطرقها ديلمس في المغيرة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الطريقة الثانية يتمى وهو أن ورش رحمه الله يحقق الأولى أما الهمزة الثانية فيسهلها بين بين يسهلها بين الهمزة وبين أليا اردت يقرأ سطرقه وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إلا بأهله إذن الإبدال والتسهيل بين بين وليا المذهب نورش رحمه الله تعالى اختيالهمزة الأولى مضممة والتانية مكسرة نبي أن الوجه المقدم لسقر المغربة وهو وجه الإبدال أما الوجه التسهيل هي الوجه التاني غصر يغطينا ربي سبحانه وتعالى رديت أن نبدو أي أن الدرس يضني زغط دروس للأحكم الهمز وهو الهمز المفرد أريد توسم ما الهمز المفرد بمعنى الكلمات غلق القرآن العظيم اللي اختليات الهمزة مفرد بمعنى الإفراد يان وردرنا غلينت سنات الهمزة تغييت الكلمة وردرنا اختليات الهمزة أغن نهاية غلخر لكلمة مزوالت يتبع تيد الهمزة غلبي دي الكلمة التانية كل الخير ديتما نغرات نغرأ أحكم الهمزتين من كلمة نغرأ أحكم الهمزتين من كلمتين غير دي اختلنا ربي سبحانه وتعالى رنسول فالهمز المفرد بمعنى الكلمات اللي اختليات الهمزة مميش ساستقرارش رحمه الله تعالى بالنسبة للدرسة ديتما قسمت العلماء في كراد الأقسم لقي سميزور اغن تفيت الهمزة لين يتغل الكلمة تقع فيما يسميه العلماء إذا وقعت فاء للكلمة اختيا فاء للكلمة غري النوع اللول النوع التاني إذا وقعت عينا للكلمة ثم نوع اسخراض يختيا لام الكلمة إذا درنغ فاء لكلمة عين لكلمة لام الكلمة وقال إلا عدد غريس فليد ميجن هامزة وقعت فاء للكلمة يقدر دوري فهم ميجن لخيرا وكان يتماتيلا بحالة لفاسة والغيكة وركو يتعلق أصلا تسبب أسل العلم الدجوي وإنما يتعلق سي العلم يظني أرس تسمى العلماء علم الصرف العلم الصرف ميجن العلم الصرف هو إغلستيلي فيه على مثلا أرتي تصرفت أرنتينيغ مثلا أنا كتبت نكين أوريغ أنت كتبت هي توريت أنت كتبتي كمين توريت أنتما كتبتما إلى آخر يغوريت تسمى العلم الصرف يليل يلي بهاتي مقول غلع علم الصرف يتمى أرس تسمى العلماء الميزان الصرفي ميجن الميزان الصرفي أن العلماء يتمو فنين أن الأغلب الكلمة غلل لغة العربية الأصنصند مو بخينة تنسيوري سكراد الحروف أغلب الكلمة غلل لغة العربية اختحققت غلل كلمين مزيان وخاك جيت تبين أربعات الحروف ولا خمسة ولا ستا هتي غيست أملت أرنتفت لكلمين الحروف اللي يسيجان أصلي ديما المنديس أرتجان إخراد الحروف الحرف مزورو أرس تسمى نفاء الكلمة الحرف والسين أرس تسمى نعين الكلمة الحرف والسكراد أرس تسمى نلام الكلمة أدون فيها بعض لأمثلة بشيب بهرا ورنفوص العلم الصرف أنا غامغ العلم جوي اللي أي اللي الموضوع اللي في الجماعة أدون فيها غيتمي بعض الكلمات أرنتمي مثلا كتاب أرس تبعين كراد الحروف أرس تبعين ربعات الحروف كي حرف الكف ثم التا ثم الألف ثم البا ربعات الحروف ولكن هتي الأصل يتمى أن الكلمات هتي الأصل هي غير كراد الحروف متنيا كتاب إذن الكف تتا دلبا أما الألف النسكي يزيد غالكلمات أريد أصلي إذن كتاب ميجن الوزنز كا تا با على وزن فا ع لا إذن حرف الكف أريد تسمى فا الكلمة حرف تا أريد تسمى عين الكلمة حرف البا أريد تسمى لم الكلمة إذن كتاب أريد تقع على وزن فعال أريد تباد الحروف الأصلية سلفة للعين للم أما الحروف الزائدة إذن تنتجي كله أريد تبادل حرف الألف أريد تبادل كتاب أريد تقع فعال وكان الحروف اللي تزيد نغير كلمة اسمون العلماء غير الكلمة أستيجن سألتمونيها زورك المثال هال أليف أني يقول أنت لا يزيد نغير كلمة كتاب مثلا كلمة مسجد ما س جيد يصر بعض الحروف ولكن الأصلية يتغير ثلاثة يتغير سجد سجد على وزن فعلا إذن ميجن الوزن مسجد مفعلا الميم تزيد هاللي سألتمونيها إذن تزيد الميم ورد تبادل تقع ما دي نيت الميم غير الوزن ولكن سجد فعلا مسجد مفعلا إذن يسجد على وزن يفعلا إذن ساجد على وزن فعلا إذن السجود على وزن الفعول وقص على ذلك سجادة على وزن فعالة وذي يتم ميجن الميزان الصرفي متى كلمة قرآن قرآن يسخ خمسة الحروف ميجن الأصل سكرار الحروف قراء قراء أريقر إذن قرآن على وزن فعلان إذن إذن يتم زد إن شاء الله تعال قرآن سوال غال همز المفرد فقط نعل أتي إذا وقع فاء للكلمة وكان حتى أنه عادي زجور نيت ما درنا يستطيع الحالة إغية الهمز الواقع فاء للكلمة إغية ساكن نغد سوري ساكن نقرغ الحلقة درن زجور فقط نسوال فالهمز اللي ينفاء الكلمة في حالة يساكن وكان بشك كنا عاون خطويا أدوني بين الهمز الساكن الواقع فاء الكلمة العلماء تنحفظ ربي يوين ديت العالماء ننغتي القرى العظيم دائما الهمز اللي تجن فاء الكلمة ساكن أريد تليق بالنس ينزغ بعض الحروف فقط إما همزة الوصل إما حرف الت إما حرف الي إما حرف النون إما حرف الوو إما حرف الف إما حرف الميم وكان ردا في آخر الأمت أن بدو يتم أريد تن ربي سبحانه وتعالى قال الذين لا يرجون لقاء نأتي لقاء نأتي درنا غايت ما كلمة أتي يس همزة ساكنة أتي وكان الهمزة يأتي لجفاء الكلمة لأن أصل الفعلية أتى أتى إذن أتي على وزن فعي أتي الهمزة يقابلها الفاء والتا يقابلها العين الألف مقصورة يحدف أشكو الفعل إيا إيا مجزوم مجزوم بحث في الحرف العين إذن غذي المثال يغذي يغذي الشيء الحرف أو يغذي الشيء لهمزة ساكنة لواقعة فالكلمة من بعد همزة الوصل أنظر غكية يغذي الشيء من بعد حرف التا أريد تن ربي سبحانه وتعالى خصورة النساء إن تكونوا تألمون تألمون إذا الكلمة تألمون إلا يز همزون ساكنون وقعفاء للكلمة لأن كلمة تألمون على وزن تفعلون النوع الثالثة يغذي الشيء من بعد حرف ليا نفس الآية أريد تن ربي سبحانه وتعالى فإنهم يألمون فإنهم يألمون إذن الهمزة الساكنة لواقعة فإن الكلمة تشيد من بعد حرف ليا كلمة يألمون على وزن يفعلون ثم النوع الربيع يغذي الشيء من بعد حرف نون أريد تن ربي سبحانه وتعالى خصورة طه قالوا لن نؤثيرك لن نؤثيرك على وزن لن نفعلك إذن الهمزة تيساكنة ثم تيفاء للكلمة ثم المثال ويسخمسة يتم يغذي الشيء من بعد الوو أريد تن ربي سبحانه وتعالى ومراه لك بالصلاة ومراه لك بالصلاة إذن الفعلية أمر الهمزة تيفاء لكلمة تيساكنة ثم يغذي الشيء من بعد حرف الفاء أريد تن ربي سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله ثم النوع الأخير يغذي الشيء من بعد حرف المين أريد تن ربي سبحانه وتعالى صورة النجم والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة إذن أصل الكلمة هي أفكة يؤفك عنه منوفك زود الأصل ذا يتمتيا المؤتفكة على وزن المفتاعلة المفتاعلة إذن كل المثال 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 سبعة الليس همزة ساكنة تيفاء الكلمة يعني الحروف الأصلية الكلمة الهمزة هي الحرف أم زوار ما هي الحكم نوارش رحمه الله تعالى غل المثال دا يتم غل نوعد لهمزة المفراد لينساكن لينفاء الكلمة الحكم نوارش رحمه الله يتم أن الهمزة يبديله ورش حرف مد وراس للتجليل همزة تيساكنة وإنما تتحول أريس سهريم الألف إذا كان قبلها فتح نغدلو إذا كان قبلها ضم نغدلية إذا كان قبلها كسر وكان يتم تيساكنة الواقع فاء لكلمة ساكن يبدل ألفا إذا جاء قبله فتح مثلا أريدتن ربي سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إذن كنا غير رواية وارش أريدتني خكرة أريدتني تألمون يألمون تألمون نبديل الهمزة الساكنة ألفا أريدتني تألمون أريدتني تألمون أريدتني يألمون أريدتني يألمون إذن كلمة تألمون يسف همزة مفردة تألمون تألمون تياساكنة تأ تمدها على وزن تفعلون وقعت فائل الكلمة تبدل ألفا لأن قبلها فتح تألمون تألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أريدتني ربي سبحانه وتعالى صورة طه يأخذه عدو لي وعدو له يأخذه على وزن يفعله إذن ذرنغ همزة ساكنة مفردة وقعت فائل للكلمة أريدتني يأخذه عدو لي يأخذه عدو لي إذن الهمزة الساكنة أبديلت ألفا لأن قبلها فتح تبدلوا إذا كان قبلها ضم أريدتني ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون أريدتني 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 قد أفلح المؤمنون أريدتني ربي سبحانه وتعالى قصورة النجم وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى أريدتني ربي سبحانه وتعالى وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنْي إِيْذَلِّي أريدتني 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 إيذَلِّي وَلَا تَفْتِنْي إِيذَلِّي اختفتت كلمة إيذَلِّ يعني من باب الاختبار يخصك أتنيت إِيذَلِّي أدور أتنيت إِيذَلِّي أتنيت إِيذَلِّي إذن وديتما أي القاعدة الأصلية لإمام وارش أن الكلمة يبدلها حرف مد من جنس الحركة التي قبله غَانَفَيْتني الإمام ابن بر رحمه الله أبدل وارش كل فاء سكنت أن تكون فاء وأن تكون ساكنة أريدتني الإمام الشاطب رحمه الله إذا سكنت فاء إذا سكنت إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة إذا نغطل يتما أيها القاعدة الأصلية أدون فيها غَانَسِين تنبيهات تنبيها مزوارو أن الهمزة اللي ينساكن تفاء الكلمة إغديتش يغل في الأمر عن حتى أن تريس نطبق نفس القاعدة أستيان إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبله في حالة الوصل ولكن أدون فيها الأمثلة أريدتني ربي سبحانه وتعالى وقال الملك أتوني به صورة يوسف وقال الملك إذا ندنغ الضم أتوني به درنغ همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة لأن أصل الفعل هو أتى وقال الملك أتوني به من كس نقرح حالة الوصل نبدل الهمزة الساكنة ووان أشكل قبل الضم وقال الملك أتوني به أريدتني 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 ربي سبحانه وتعالى فأجمعوا كيدكم ثم أتو صف ثم أتو صف ثم نبدلها ألفا ثم غلق بالنسب نبدلها ياء أريدتني ربي سبحانه وتعالى وللأرض أتيا طوع نوكرها وللأرض أتيا طوع فكلمة الهمزة لأنه قبل أكسر أرنتني وللأرض تيا طوع نوكرها غد في حالة الوصل أما في حالة الابتداء إغلا نزغ الفعل الأمر لغل الهمز الساكن الواقع فالكلمة فارتنقل على الشكل التالي أرنتني إيتوني به أرنتني إيتوني صف إيتيا طوع نوكرها وكان هاتي الخير أذن ذكرتها ييتمى غل مستثنيات لمد البدل أن الحاليات ولا استقرأ ورش رحمه الله لا صرر بعض الحركات ولا استطر الحركات أرتيقر فقط صلى حركتين أتيو أن يرجع الدرس لمد البدل لن يسيف الحاليات اللي اللي ابتداء إذن ييتمى العودة غيتني بهذا الزواره إغذرنا أخفي على الأمر إيتوني إيتيا إيتو إغذرنا أخفي على الأمر تليس همزة ساكنة فالكلمة حتى تتورش رحمه الله تعالى يبدلها حرف مدين من جنس حركة ما قبلها في حالة الوصل فقط أما في حالة الابتداء أتينا غوامكتما مستثنقرة تنبيهوا السنية إتمى أن الهمزة الساكنة الواقعة فالكلمة إغلق بلنس همزة القاطع ما شي يغير ورش رحمه الله كاستسبدل الحرف مد جميع القراءة العشر ارتسبدل ارتسبدل الحرف مد مثلا كلمة أأمن أأمن على وزن أفعل إذن درنغ همزة ساكنة وقعت فأل كلمة أأمن أنا سألكنها كيف الهمزة الساكنة تيا ساكنة فأل كلمة قبلنس همزة القاطع كل القراءة العشر أرتين أأمن الرسول بما أنزل إليه كل أرتين آمن الرسول وعلم آدم لسماء كلها كل القراءة أرتين آدم رغم أن أصل كلمة آدم إيجت أأدم أأدم على وزن أفعل كل القراءة أرتين آدم كل القراءة أوتو أوتو الكتابة أوريلي ميتين أوتو ثم درنا غيرتما كلمة إيمانا أوريلي ميتين إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا أوريلي مستتنين كل العلماء ولكل القراءة أرتقران سلإبدال غيرنا فيتن الإيمان بن برر رحمه الله أبدل ورش كل فإن سكنت وبعد همز للجميع أبدلت جميع القراء إغدتوا الشياء لهمزة الساكنة لواقعة فاء للكلمة جميع القراء يبدلونها حرف مد أرتل إيمانا الشاطبي رحمه الله وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهل إذن خلصا بإذن هو أن الهمزة الساكنة لواقعة فاء لكلمة ورش رحمه الله يبدلها من جنس حركة ما قبلها تمنى هذا يتم الإبدال لن يصبح للمستثنيات ولكن المستثنيات نظرا لضيق الوقت سنجل إن شاء الله الحصة المقبلة سنجل ونغم مدين بعض الكلمات لغور نطبق القاعدة للإبدال إذا كانت الهمزة ساكنة فاء لكلمة إن شاء الله سنجل بإذن الله ونحص لحلقة المقبلة سنجل مدين المستثنيات للقاعدة نورش رحمه الله تعالى سنجل ببد الهمزة الساكنة الواقعة فاء لكلمة وإن شاء الله سنجل في الحلقة المقبلة انظر بربي سبحانه وتعالى أدغى يوفق الكني ولكني لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقدر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إنتاج المسلم الأمازيغي إن أكرمكم عند الله أتقابه لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد